أنا بس عايز أعلق على السؤال الأخير اللي كنا بنجاوب عليه في القسم الأول أنا بكرر تاني لصحبة سؤال آية أعتقد أن أنا فكر الاسم صح يا آية ويا كل الأمهات ويا كل الآباء ما تعملوش كده تاني ما تعملوش كده تاني لما يكون عندنا حالة طرقة نتوجه إلى المكان الطبي نتوجه إلى الطبيب ما نبعدش نسأل برنامج ولا نتصل ببرنامج ولا نبعد رسالة لبرنامج أبداً دي حالة طبية طرقة ارتفاع الحرارة دي أنت في الأول خالص بنشوف هل هو خد دواء حرارة قبل كده الحالة دي اتكررت قبل كده فأخدنا يعني أكيد يعني معظم الأطفال بيجيلهم ارتفاع في درجات الحرارة على مدى يعني عمره طيب أبتدي بالموضوع ده واستنى دايماً إحنا كده في حالات ارتفاع الحرارة نقول نستنى كده نستنى مثلاً إيه؟ بنكون الانتظار ده من 14 إلى 48 ساعة ماكسما كحد أقصى يعني ليه؟ نقول إيه ممكن تبقى حاجة فيرل يعني إيه حاجة فيرل يعني حاجة فيروسية مش بكتيرية طيب الفيروسية دي بتظهر في أعراض تانية طيب ولا حاجة بكتيرية لقدرها ليه بقى بناخد خفض الحرارة ده وبنشوف حصل تأثير إيجابي؟ إن شاء الله حصل ما حصلش؟ أو الحرارة علية بقى زيادة؟ لا نروح بقى للدكتورة على طول يعني كل فترة السماح اللي مسموحة أو المتاحة لحضرتك يا آية ويا كل الأمات إحنا بنتكلم من 24 ساعة يعني يوم إلى يومين كحد أقصى يعني يومين دي أنا محبهاش كمان هو يوم إلى يوم ونص يعني قبل اليوم التاني كده ما ينتهي لازم نكون واخدين إجراء لا قدر الله لو كانت الحرارة لم تستجب لمخفضات الحرارة فهمتوا قصدي؟ أنا بقى كررهو إحنا بنرحب بأي سؤال ولكن لازم الأمانة تقتضي إن أنا أنبهكم لأن في حاجات أو حالات السؤال هنا مربج جدا يعني عندنا حالة زي بالزبط ما واحد يبعت يقول لس أنا ابني عنده نزيف والجرح بينزف أعمله إيه؟ طب بتبعت لبرنامج ليه؟ أنت تنزل على طول تروح مكان طبي جنب بيتك مستوصف مستشفى مركز طبي عيادة طبية تتصرف إنما طب ماذا لو البرنامج ده ما ردش على سؤالك؟ هنفضل كده؟ تفهمين قصدي؟ اللهم ما بلغت يعني اللهم ما فشل